قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية وكم خرج اليمن من علماء محققين ومنهم المعلمي وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي العتمي اليماني ينسب إلى بني المعلم من بلاد عتمة باليمن ولد سنة 1313 للهجرة بقرية ناحية عتمة ونشأ في بيئة متدينة صالحة وأتقن القرآن على يد والده ودخل مدرسة حكومية يدرس فيها القرآن والتجويد والحساب ثم درس النحو والأدب وقال الشعر ودرس الفقه والفرائض على العلامة أحمد بن محمد المعلمي ثم رجع إلى عتمة فعوين كاتبا للقاضي محمد بن علي الرازي ثم ارتحل إلى جازان وتولى رئاسة القضاء وكان إلى جانب القضاء يشتغل بالتدريس ارتحل المعلمي إلى الهند وعوين في دائرة المعارف قرابة ثلاثين عاما ثم سافر إلى مكة فعوين أمينا لمكتبة الحرم المكي أخذ العلم عن والده يحيا وعن أحمد بن مصلح الريمي وأحمد بن محمد المعلمي وغيرهم كان يتمتع بالأدب العالي مع المخالفين والإنصاف في الخلاف والأمانة العلمية مع الورع والخشية وكان ناصرا للسنة شديدا على أعدائها من الزنادقة والمبتدعة وصفه الشيخ محمد بن إبراهيم بأنه العالم خادم الأحاديث النبوية وقال عنه العلامة بكر أبو زيد بأنه ذهبي عصره العلامة المحقق له مؤلفات نافعة منها التنكيل بما في تأنيب الكوفري من الأباطيل وحقيقة التأويل والاستبصار في نقد الأخبار وله تحقيقات بارعة فمما حققه التاريخ الكبير للبخاري والفوائد المجموعة للشوكاني وبعد حياة حافلة بخدمة العلم ونشر السنة توفي المعلمي صبيحة الخميس السادس من صفر عام 1386 للهجرة عن 73 سنة بعدما صلى الفجر في الحرم وعاد إلى مكتبة الحرم فرحمه الله رحمة واسعة